أنهت البرصة المصرية عملت اليوم آخر جلسات الأسبوع بتراجع جامعيا للمؤشرات بدغوط مبيعات عربية وأجنبية وسط أحجاب تداولات منخفضة وخسر رأس المال السوقي نحو 5 مليارات ومائتي مليون جنيه ليغلق عند مستوى 740 مليارا و785 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 37% ليغلق عند مستوى 11499 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 متساول أوزان بنسبة 46% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة وهبط مؤشر EGX 100 متساول أوزان بنسبة 47% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي نحو 15 جنيه و64 قرشا للشراء و15 جنيه و77 قرشا للبيع أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 17 جنيه و64 قرشا للشراء و17 جنيه و79 قرشا للبيع أما عن سعر الاستليني فوصل سعره إلى 21 جنيه و14 قرشا للشراء و21 جنيه و32 قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية فقد وصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4 جنيه و25 قرشا للشراء و4 جنيه و29 قرشا للبيع أما بالنسبة لسعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيات و17 قرشا للشراء وأربع جنيات و20 قرشا للبيع إلى أسواق المعادن النفيسة حيث ارتفعت أسعار الذهب عالمي الارتفاعا طفيفا لتصل إلى 1845 دولارا للأقية على الصعيد المحلي تشهد أسعار الذهب تذبذبا واضحا مع استمرار التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمية في ظل ترقب لبيانات أمريكية بشأن أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي حيث سجل عيار الذهب عيار 18 حوالي 690 جنيه أما بالنسبة لعيار الذهب 21 فقد وصل سعره إلى 805 جنيهات أما عن عيار الذهب 24 فوصل سعره إلى 920 جنيه بالنسبة للسعر الجنيه ذهب فوصل سعره إلى 6440 جنيه إلى أسواق النفط العالمية حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا بشكل طفيف هذا وارتفع تلاقود الأجلة لخام فرينت بنسبة 1 من 100% ليصل إلى 88 دولارا و32 سنة للبرميل وزادت تلاقود الأجلة لخام غرب تاكسيس الوسيط الأمريكي بنسبة 2 من 100% ليصل إلى 85 دولارا و51 سنة للبرميل ترجمة نانسي قنقر